موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دور التعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 8 اليونت الخامس الدرس الثامن عنوان الدرس is there are there هل هناك موجود بصفحة 72 من كتاب الطالب صفحة 70 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه استاد طاعسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الاستاد طاعسين ودرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقوم خلال هذا المعرف صفحة 72 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة listen and tick استمع وضع صح all the things you hear ضع صح على جميع الأشياء التي تسمعها في المقطع الصوتي بعدين بعد ما استمع المقطع الصوتي وضع صح على الأشياء اللي اسمعها من خلال المقطع الصوتي أي شي من ذن الكلمات أسمعك أوضع عليها صح يقول لي listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية إذن المقطع الصوتي اللي راح نستمع له عبارة عن قصيدة غنائية بالبداية أثناء استمعنا المقطع الصوتي راح نأشر على ذن الكلمات اللي موجودة بالمقطع الصوتي نوضع قدامها صح وبعدها أعيد المقطع الصوتي وأحاول أردد بعدها لذلك راح نستمع المقطع الصوتي نوضع صح على الكلمات اللي موجودة بي اللي هنا موجودات باللون الأحمر واللي ما موجودة بالمقطع الصوتي ما ننضع أمامها صح وبعدها نحاول نردد هذه القصيدة الغنائية إذن هو عبارة عن نشاط لتطوير مهارة الاستمع لغاية التلاميذ نستمع المقطع الصوتي وبعدها ننتقل إلى النشاط الآخر نستمع المقطع الصوتي نستمع المقطع الصوتي نستمع المقطع الصوتي نستمع المقطع الصوتي وأشرنا على جميع الكلمات اللي موجودة نطقها بالمقطع الصوتي نطقها بالأغنية أثناء غناء الأغنية هذين الكلمات اللي قالنا في المقطع الصوتي أشرناها بعلامة صح أعرفنا أن هذا النشاط هو نشاط الاستماع غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد التلميذ يستمع يأشر على الكلمات وبعدها يحاول أيدي المقطع الصوتي ويردد أثناء تشغيل هذه الأغنية بعدها بالنشاط الآخر مكتوب Look, Play and Say انظر, العب, وقل نانا منطيني مجموعة من الصور مكتوب أعلاها A guessing game لعبة التخمين نشاط من تلاميذ الثنين أو من الممكن لتكون مجموعتين المجموعة الأولى أو التلميذ الأول يسأل مثلا يقول Is there any salad on this plate هل هناك أي صلطة على هذا المعون أو هذا الصحن فمثلا يختار رقم 10 يقول Is there any salad on this plate هل هناك أي صلطة في هذا الصحن أو المعون فالتلميذ الآخر يباوع إذا كان موجود يقول Yes, there is وإذا كان موجود يقول No, there isn't ننتبه أنه Is there مع الغير معدود مثل ما وضحنا بدروه السابقة أو المفرد وال Are there مع المعدود فلازم نعرف أنه Is there نستخدمها إذا كانت الأكل نسأل عنها غير معدودة ويكون الجواب عنها Yes, there is or No, there isn't وإذا كانت الأكل معدودة وجمع نسأل بإستخدام Are there ويكون الجواب عنها Yes, there are or No, there aren't مثل ما وضحنا بدروه السابقة إذن التلميذ الأول يسأل يختار رقم ويسأل عن أكل معينة مثلا Is there any chicken in this plate هل هناك أي دجاج على هذا الصحن أو في هذا الصحن التلميذ الآخر يباوى للصر أو يجابة حسب السؤال من ثم التلميذ الآخر يسأل والتلميذ الأول إجابة هذا عبارة عن لعبة يتم لعبة بداخل الصف كتذكير بموضوع Is there والR there باستخداماتهم مع المعدود وغير المعدود إذن هذا النشاطين نشاطات صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط What do you think ماذا تعتقد Put the food in order رتب الأطعمة هذه بالترتيب I like best أنا أحب هذه الأكلة أكثر شيء ومن ثم Not my favorite ليست من الأكلات المفضلة إلي إذن هنا يقول لي باوع لذن الأكلات شوفهم ورتبهم حسب حبك إلهم حسب الأكلات التي تحبها أكثر شيء أوضعها بالحقل الأول ومن ثم الأقل من عدها ومن ثم الأقل وبالأخير أوضع الأكلات التي أصلا ما تحبها فهنا تعتمد الأكل اللي حبها أكثر شيء يوضعها بالحقل الأول واللي حبها أقل يوضعها بالحقل الثاني وهكذا وصولنا للحقل الأخير يوضع بالأكلات اللي ما يحبها فمثلا أنا وضعت الأول شيء cherries الكرز أحبها أكثر شيء ومن ثم الآيس كريم بعد eggs البيض soup الحساء lemons الليمون pears الكماثري بعد dates التمور كيك الكيك بيتزا والبلوم هاي رتبت الأكلات حسب الأكلات اللي أحبها أكثر شيء ومن ثم الأكلات اللي ما أحبها بعدها بتمرين بي يقول لي which food is uncountable which food are countable write you or see قل لك انظر إلى هذه الكلمات مال أطعمة وحدد لي هل هي countable معدودة أوضع لي وإذا كانت uncountable غير معدودة أوضع لي you نحن شرحناها ببداية اليونت الأكلات المعدودة وغير معدودة فصار عليها سهل أني أعرف أو حافظ الأكلات كل واحدة شن المعدود والغير معدود من عندهم مثلا cherries الكرز بما أني بيها ستجمع إذن هذه ممكن عذهب وممكن أن تنجمع إذن هي معدودة فأوضع c countable ice cream is countable or uncountable هل هي معدودة أو غير معدودة ice cream uncountable غير معدودة eggs البيض is it countable or uncountable بما أني بيها ستجمع إذن هي countable معدودة soup حساب مثل الماء غير معدودة إذن uncountable lemons الليمون is it countable or uncountable هي countable معدودة pears الكوماثري is it countable or uncountable بما أني بيها ستجمع إذن يمكن عدها إذن هي معدودة أقول countable dates كذلك countable cake هل هي معدودة أم غير معدودة؟ الكيك تعتبر uncountable غير معدود pizza كذلك تعتبر uncountable غير معدود و the plums تعتبر countable هذا ما يخص تمرين A و B تمرين B مهم لازم أعرف للكلمات المعدود من غير المعدود منها بالإضافة للكلمات اللي أخذناها بداية هذا اليونت أحاول قدر المستطاع أحفظ أكبر قدر ممكن من الكلمات لأنه ممكن تجيني بالامتحان بسؤال المفردات يطلب من أني أوضح هل هذه الكلمات معدودة و غير معدودة بإضافة you إذا كانت uncountable أو see إذا كانت countable ننتقل للنشاط الآخر ask and answer اسأل و أجب هنا أنا أهم كذلك محادثة بين تنعميذة اثنين للتنميذ الأول يسأل do you like pizza؟ هل تحب البيزة؟ للتنميذ الآخر yes it's okay but I prefer cake نعم أحبها لكنني أفضل الكيك أنه بالتنميذ الآخر يسأل what about you؟ ماذا عنك؟ التنميذ الآخر يقول yes I like pizza أو yes I do إذن هذا مجرد نشاط بين تنميذة اثنين كل تنميذ يسأل التنميذ الآخر عن حبه لأكله معينة والتنميذ الآخر يجاوبه وأنه بالتنميذ الآخر يسأل والتنميذ الأول يجاوبه وهكذا عبارة عن نشاط لتطوير مهارة المحادثة لدى التنميذ ننتقل إلى تمرين لون الفواكه باللون الأحمر والخضروات باللون الأخضر إذا كانت الكلمة من الفواكه ألونها باللون الأحمر وإذا كانت من الخضروات ألونها باللون الأخضر فمثلا كلمة بنعاناس الموز Is it fruit or vegetables هل هي من الفواكه أم الخضروات نعرف أن البنعانا الموز هي من الفواكه فألونها باللون الأحمر carrots الجزاء Is it from the food or vegetables هل هي من الفواكه أم الخضروات الكاروتس يعتبر من الخضروات فالونه باللون الأخضر الكاروتس هل هو من الفواكه من الخضروات؟ هو من الفواكه فالونه باللون الأحمر الخيار هل هو من الفواكه من الخضروات؟ من الخضروات ولونه باللون الأخضر الفراولة هل هو من الفواكه من الخضروات؟ من الفواكه ألونها باللون الأحمر لمونز الليمون من الفواكه ألونها باللون الأحمر لاتوس الخس من الخضروات ألونها باللون الأخضر أونينز البصل من الخضروات ألونها باللون الأخضر بيرز الكمة ثري من الفواكه ألونها باللون الأحمر بوتيتوز من الخضروات ألونها باللون الأخضر والأخيرة تماتوز اللي هي الطماطا تعتبر من الفواكه وليس من الخضروات فألونها باللون الأحمر أما بالنشاط اللي أسفل مكتوب remember تذكر how many for countable نستخدم الhow many اللي معناها كم العدد مع المعدود والhow much مع uncountable أدنى هنا ملاحظات قواعدية متعلقة بهذا الموضوع الفرق بين الhow many والhow much ملاحظة مهمة جدا نستخدم الأداة how many أداة السؤال طبعا هي how many معناها كم العدد التي تعني كم العدد مع الأسماء المعدودة في حين نستخدم how much والتي تعني كم الكمية مع أسماء غير معدودة هاي تجيني بالسؤال الثاني بسؤال القواعد بالصيغة التالية مثلا يقول لي الفراغ apples are there how many لو how much أشوف الأبلز أنا أعرف الفواكه والأطعمة والمشروبات المعدود من غير المعدود الأبلز التفاح من الأطعمة المعدودة يمكن عدها مع المعدود أستخدم how many لو how much how many والتي تعني كم العدد مع الأسماء المعدودة إذن أخلي how many how many apples are there كم عدد التفاحات هناك المثال الآخر فراغ rice in that bag how many لو how much أباوع الرز من الأطعمة الغير معدودة مع الأطعمة الغير معدودة أستخدم how much كم الكمية how much rice in that bag كم كمية الرز في تلك الحقيبة هذا ما يخص هذا الموضوع الفرق بين how many و how much هذا موضوع قواعدي مهم جداً بالامتحان التحريري من الممكن أن نأتي بهذه الصيغة ما عندي صيغة ثانية من الممكن أن نأتي بها بالامتحان ننتقل إلى تمريني complete the sentences أكمل الجملة التالية there فراغ some cherries هناك بعض ال cherries الكرز شن الكلمة اللي ممكن أخليها بالفراغ أذكرنا أن ال there يجي بعدها عما is أو are أدلي there is و there are there is مع غير المعدود وال there are مع المعدود الجمع بما أن cherries معدود وجمع بيأس الجمع فأخلي إلى are there are some cherries هناك بعض الكرز there فراغ some milk هناك بعض الحليب كذلك الملك الحليب غير معدود غير المعدود أخلي إلى is there is some milk number three فراغ there are any tomatoes فراغ هناك أي طماطة بما أن السؤال هم كذلك عدي is there و are there is there مع غير المعدود والare there مع المعدود الجمع بما أن بيأس الجمع فأقول are there any tomatoes هل هناك أي طماطة مثال آخر فراغ there any ice cream ذكرنا قبل دقائق أن الآيس كريم من الأشياء الغير معدودة فأقول is there any ice cream هل هناك أي ice cream number five خمسا فراغ there any pears هل هناك أي كمثري بما أن الpears جمع فأخلي are مع الجمع are there any pears هل هناك أي كمثري والأخيرة فراغ any لمونات هنا أنا حاذف لي حتى there فأقول is there any لمونات هل هناك أي عصير ليمون ليش خلية is there لأن الليمونات عصر الليمون غير معدود وغير المعدود أستخدم وياه عند السؤال is there هذا السؤال سؤال قواعد مهم جدا يجيني مثل ما هو بهذه الصيغة من الممكن يخيرني بين ال is وال are عند كل جملة أو مثل المثال الأخير يخيرني بين ال is there وال are there على مدى أختار الإجابة الصحيحة طبقا لحفظي لكلمات المعدودة وغير المعدودة اللي أخذناها لبداية اليونت ننتقل إلى تمرين f can you make lists for these containers هل يمكنك أن تصنع قائمة بهذه الأدوات اللي تجعل الغير معدود معدود؟ بالدرس الثاني أخذنا أن الغير معدود من الممكن أن يصبح معدود بإضافة بعض الكلمات هذه الكلمات مثل tin, cup, packet, bag وعرفنا أن كل كلمة من ذن الكلمات نستخدمها ويا نوع من أنواع الغير معدود مثلا tin, العلبة من الممكن نستخدمها ويا كولا ليموناد عصر الليمون إلى آخره بينما كلمة packet اللي هي حزمة نستخدمها مع البسكويت باعتبار أن البسكويت غير معدود فخلي له هذه الكلمة على موضة يصبح معدود أقول packet of biscuits حزمة من البسكويت بعد cup الكوب من الممكن أن أستخدمها مع الكوفي القهوة الغير معدودة أو tea الشاي كذلك غير معدود أقول مثلا cup of tea والbag الكيس أو الحقيقة أستخدمها مثلا مع rice الرزق فأقول bag of rice كيس من الرزق هاي هنا أنا مجرد يريد راجع لي الكلمات التي تجعل غير معدود معدود اللي هنه ذننا 4 كلمات بالإضافة إلى بعض الكلمات اللي أخذناها بالدرس الثاني من هذا اليونت تمري جي can you answer this question about food هل يمكنك أن تجيب على هذه الأسئلة عن الطعام number one what is your favorite food ما هو طعامك المفضل إن أنا يسير لك أنت يقول لك ما هو طعامك المفضل فأنت حر إنه تختار الطعام اللي تحبه أنا أنا عندي طريقتين للإجابة أما أقول لك مثلا I like زائدا مثلا الطعام اللي أحبه fish أنا أحب السمك أو أقول my favorite food is fish طعامي المفضل هو السمك الطريقتين صحيحات أما أقول I like fish أو my favorite food is fish number two what food can you make ما الطعام الذي يمكنك صنعه إنه تطبخه مثلا أقول I can make cake يمكنني صنع كيكه number three how often do you eat healthy food كم بالعادة أو كم مرة تأكل طعام صحي هنا أنا يرجعني للينوت الثالث تحديدا لموضوع السؤال بhow often قلنا نجاوب هذا السؤال أما باستخدام الظروف التكرار فيقول مثلا I always eat healthy food I usually eat healthy food إلى آخره أو باستخدام عدد المرات مثلا أقول I eat healthy food once a week twice a week إلى آخره مثلا I always eat healthy food أنا دائما أأكل طعام صحي هاي جاوزوا لدي الأسئلة عن نفسي التلميذ مخير أن يجاوب عن الأسئلة هذه بالطريقة اللي يحب هذا النشاط تعتبر أسئلة أسئلة شفوية من الممكن أن يسألها الأستاذ بالامتحان الشفوي أو بداخل الصف كتحضير يومي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه أغنية وأشرنا الكلمات اللي موجودة بالأغنية وضعنا عمامهن علامة صح بالإضافة إلى ذلك أخذنا الفرق بين how many والhow much وعرفنا أن الhow many تستخدم مع المعدود والhow much تستخدم مع الغير معدود وعرفنا شون تجينا بالامتحان أخذنا تمرين مهم عن استخدامات الـ is there والـ are there متى نضع الـ is ومتى نضع الـ are كمراجعة لموضوع الـ there is والـ there are مع المعدود وغير المعدود كذلك راجعنا الأدوات التي تجعل الغير معدود معدود الكلمات كلمة tin cup packet bag إلى آخره وكذلك أخذنا مجموعة من الأسئلة الشفوية اللي من الممكن الاستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي أو بالامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبون تقدموها لقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة